طبعا جمهور نادي الزمالك على السوشال ميديا ما فوتش فرصة انه يحتفل بفرقته لكن كمان في نفس الوقت عمل حفلة على حسام غالي كابتن النادي الاهلي بسبب ركلة الترجيح اللي شطها في المدرجات وهنبتدي مع عزيزو اللي كتب حسام غالي عرفنا معنا كلمة الكورة للجماهير محمد طارق قال عمتا احنا كزمال كوية دلوقتي مش بنحتفل احنا بندور على كورة حسام غالي مرنة فريد كتبت حسام غالي هيتسفع لي 8 شهور قدام خلص كده اما الفنان محمد هنيدي فنشر الصورة لي من فيلم جاءنا البيانة التالي وكتب كان معكم نادر سيف الدين من امام كورة حسام غالي كمان صفحة ايطاليا زمالكاوي نشرت صورة للامن في الاستاذ وكتبت الامن يبحث عن كورة حسام غالي ونروح لهاني اللي قال انزل يا محمد البلد ابوك لأ الكورة بتاعت حسام غالي ويرد علي عبد الرحمن خالد وكتب كل لعيبة الاهلي شاطت الكورة الشمال المرمى اللي حسام غالي شاطها الشمال شرق اسيا اما روبرت شعراوي فنشر صورة لي مع جمهور نادي الزمالك بعد المباراة وكتب واحنا بندور على كورة حسام غالي مؤمن بحيري نشر صورة لباسم مرسي وسأله ما تعرفش فين كورة حسام غالي طبعا باسم رده وقال مش متابع والله اسراء عبد اللطيف سألت وقالت العصفورة اللي حسام غالي موتها في رقبت مين وكمان جمهور الزمالك شايرت كوميكس عشان تسف على كورة حسام غالي ونشرت صورة لكائن فضائي وهو بيتكلم مع واحد أهلاوي وبيقول له والله هتموته واحد فينا بكورة زي دي كمان نشرت جمهور نادي الزمالك صورة لكائن فضائي تاني في كوكب المريخ وهو ماسك كورة حسام غالي وبيقول الكورة دي لو جات تاني هنا هقطعها طبعا حسام غالي ما كانش لوحده اللي حسب على المشاريف في مطش القمة كمان جي معاه حسين السيد اللي اتعامل عليه حفلة هو كمان بسبب أداءه المتواضع في المباراة بس المرة دي الحفلة كانت من جمهور النادي الأهلي مش جمهور نادي الزمالك وهنبتدي مع نصر زكي اللي كتب الناس مشغولة بالكورة بتاعت غالي ومش واغدين بالهم من الثلاث كور بتوع حسين السيد ردت عليه بسمة وقالت حسين السيد كان كل شوية يحيي الجماهير بكورة في المدرج بيحبنا قوي كمان أبو علي كتب سكان المريخ بيقولوا لو حسين السيد الشاط الكورة تاني هيحدفوا علينا نايزك سوها محمد قالت ياريت نهدى بقى ونبطل نقول حسين السيد يستحق يلعب على حساب معلول جبنا معلول أساسي منتخب تونس بالفلوس دي كلها عشان نقعدوا دكة لحسين بجد ارحمونا شوية كمان ياسر كتب في علامة استفهام في عدم وشاركة علي معلول حسين السيد لو قاصدي ضيعنا مش هيعمل كده عبدالله حسن راح لحتة تانية وقال أحمد عادل مسعد عود حسين السيد صبري رحيل باسم علي حسام غالي عمر جمال الناس دي قعدة في النادي بتعمل ايه؟ أما نورانفا كتبت كان واضح من الماتش أن حسين السيد كان نفسه يلعب باليه؟ مين اللي أقنعه يدخل مجال الكورة؟ فادي أشرف قال الفشل في أعداد البودلاء في يوم كنا محتاجين فيه لصف تاني وتغييرات تصنع الفرق فتبص تلاقي عمر جمال ده غير كرسة حسين السيد وأخيرا محمد كتب حسين السيد التاريخ هيخلد أداءه مع أداءات أسطورية كتير زي أداء محمد نجيب ضد غانا وأحمد غانم والصفتي ضد الأهلين